الإدمان في الولايات المتحدة آفة تعيشها فئات متعددة تشكل أعدادها رقاما كارثية على المستوى الطبي والسياسي على حد سوى الإدمان على المخدرات يتزايد بطريقة مخيفة ففي بعض المدن نرى ارتفاعا في أعداد المدمنين بنسبة تتجاوز الثلاثين في المائة سنويا البيت الأبيض أخذ على عاتقه إيجاد حل لهذه المعضلة التي تحصد أرواح نحو 142 شخصا يوميا وفقا لتقرير اللجنة المختصة التي أوصت الإدارة الأمريكية بإعلان حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع أزمة الإدمان على المخدرات كوباء في الولايات المتحدة بعض موظفي البيت الأبيض قالوا لي أن الأرقام التي اعتمدت في التقرير الذي قدم إلى البيت الأبيض قديمة وسيتم تحديثها آخر العام عندها سنتفاجأ بالأرقام الحقيقية لهذه الأزمة فالموضوع خطير جدا أليات الحلول التي يمكن أن تطرح لحل أزمة الإدمان موجودة لكن المهم بالنسبة للمتضررين من هذه الأزمات هو أن تبدأ الحكومة والكونغرس في اتخاذ خطوات فعلية لحمايتهم من كابوس المخدرات الموضوع يتطلب توسيع صلاحيات الرعاية الصحية في بعض الأحيان وإيجاد تمويل كاف من قبل الكونغرس لحل الأزمة ونحن نرى تعاونا من قبل الحزبين الرئيسيين في واشنطن لإنجاح التوصيات المتضمنة في التقرير وهذا أمر لا يحدث كثيرا بين الحزبين الدعم السياسي للتقرير يتناغم مع ردود أفعال إيجابية تأتي من الكوادر الطبية المتخصصة رغم التخوف من أن يطول موعد تنفيذ مشاريع المكافحة هذه التقرير يتحدث مثلا عن توسيع صلاحيات الرعاية الصحية والتأمين الصحي ليشمل نفقات المصحات النفسية والعلاج النفسي هناك أمور أخرى إيجابية في هذا التقرير وأتمنى أن يحظى بكل الدعم قليلة هي الأيام التي ترى فيها إجماعا سياسيا في واشنطن لكن عندما يتعلق الأمر بمسألة تحصد آلاف الأرواح سنويا فإن الأمر حينها قد يتغير يبدو أن الوعود الانتخابية التي أطلقها الرئيس دولاند ترامب فيما يتعلق بملف مكافحة المخدرات بدأت تؤتي كلها إلا أن ناقص الخطر الذي أطلقته اللجنة المشرفة والمكلفة بالتقصي حول هذا الملف قد تكفع بالبيت الأبيض إلى إجراءات حازمة قد تستمر لفترة طويلة علي زبيدي الحرة واشنطن